رأيك في مباراة مصر وإنيا بسامة؟ مباراة كانت يعني مستوى منتخب مصر في هذه المباراة هو أقل من المتوسط مستوى منتخب أنا فوجئت أني أداء منتخب مصر كيرفو بينزل من مباراة أخرى المفروض أني في الدورات المجمعة والبطولات الكبيرة أني كيرفو الأداء بيعلمهم مباراة لذا المباراة دي أفضل أكمل بس كابتن سير مليش دعب أرأكم أنا بقول رأيي أنا عايز أقول رأيي أنت أحرار في أرأكم كيرفو أداء أنت غايب فارد علينا يعني سنة جديدة داخلة دي داخلة كده سنة جديدة جب كل سنة وأنت طيب فعايز أقول الكيرفو الأداء بتاع منتخب مصر بيقل بيقل مش بيطلع منتخب مصر مباراة أنا شفت منتخب غير موجود في نص الملعب تماما نص الملعب غايب تماما منتخب بحجم غينيا بيساو غير مصنف تماما لكن هو اللي ماسكه وسط الملعب ماسك منطقة المناورة بيلعب كورة على منتخب بيق 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 عنده انتشار أفضل من انتشار منتخب مصر منتخب مصر تحس النتاية اللاعبة لسه مش لقيا نفسها حتى لما رجعت أماكنها آه في تحصن طفيف في بعض اللاعبين يعني محمد صلاح في المباراة دي أفضل المباراة الأولى لكن ما زال المدرب بيعاند مع نفسه مع كامل الاحترام للجميع ما زال مستر كروش بيعاند مع نفسه لاني انت نهيت المباراة الأولى مع نيجيريا نهيتها وانت في أفضل حال بأفضل لعيبة وكنت لعب زيزو زيزو كان هو المحرك وكل الناس اجتمعت كل مصر قالت لك ان زيزو هو اللي نزل عمل نقلة في الأداء ازاي الماتش اللي هراء ما لعبش زيزو ما بدأش بيه أصلا بعناد انا مش شايف له معنى دي حاجة الحاجة التانية لعيبة نص الملعب انا مش شايف اي حد ليه دور واضح في نص الملعب كلهم بيلعبوا رقم ستة ما شفتش حد بيصنع بيطلع قدام بيعمل حاجة مفيش انني مستوى متراجع مع كامل الاحترام ليه عمر السلاء لسه ما دخلش لأني طبعا اول مباراة ليه لسه ما دخلش وما بيلعبش في مكانه حمد فتح لما نزل محسناش بيه زي المباراة الأولى ما كانش متواجد بس اداء منتخب مصر اداء اقل من الاداء الطبيعي خصوصا اذا كان المباراة الاولى المنافس كان اقوى المباراة التانية المنافس اقل بكتير كان مفروض انت يعني تفرض اسلوب لعبك على المنتخب المشكلة في كيروش ولا في اللاعبين المشكلة في كيروش في كيروش خصوص علاء طبعا انا بتفق مع جوز كبير من كلام عمر لكن كيروش مباراة حاول ان هو يرضي الرأي العام على الورق بالتشكيل لكن الاداء كان وطريقة اللاعبة طبعا غير غير لا تتناسب ابدا مع التشكيل اللي هو عامله ده ما شفناش جديد خالص كيروش مباراة طلع بعد المباراة قالك ان ما فيش منتخبات ضعيفة كل منتخبات متقربة متساوية طبعا طبعا فرق كبير جدا بين غينيا بيساوي بين منتخب مصر احنا كان لازم نفوز بارقام كبيرة جدا لان ده كان بيحصل لحد زمن قريب جدا كون منكسب منتخبات دي تلاتة اربعة خمسة ودلوقتي فيه منتخبات بنشوفها ده منتخب غينيا بيساوي على ماكسبش مباراة ايبا ايبا لا هو بيقولك ماكسبش في تاريخ مباراة اتوقفت عن تصريح وقالك ان دلوقتي ما فيش منتخبات ضعيفة كابتن انا اعزا اقول له يا كروش روح اتفرج على شوف المتخبات بتكسب كام نجيرة تكسب تلاتة تونس بتكسب اربعة هو مباراة في تصريح معايا قال ان الناس اللي مش فاهمة كورا ممكن تقول ان مباراة سهلة اه لا لا هو وقالك ما فيش منتخبات ضعيفة انا التصريح ده كان قصد به الرأي العام في مصر هو اللي تقدر هو كروش لحد دلوقتي مازال هو دلوقتي خلاص بيتعامل على ان الرأي العام في مصر كله ضده الراجل بيتصرحاته كلها تصرحات فيها انفعال شريع جدا استهلاكية اه استهلاكية وفيها انفعال وفيها بيحاول رده واضح ان هو تركيزه ما بييش في الملعب هو مباراة حاول يرضي رأي العام على قد ما يقدر واضح ان فيه تدخلات حصلت من الجزء الفن المعاون نبهوه كتير جدا هو مباراة عمل تشكيلة على الورق على الورق يرضي غرور الجمهور المصري او ذلك كان بيطالب الجمهور المصري لكن على ارض الواقع كان الخطة غير مناسبة تماما احنا كابتن سيفت كنا بنأمل الفترة يفاتي دي كلها ان احنا ربنا يكرمنا ونعمل انتصارات توصلنا تصنيف اول قبل القرع اليوم 22 يناير عازي اقول لحركة دلوقتي احنا كنا السادس افريقيا دلوقتي احنا في تصنيف يناير الجاي ده هنبهوه التامن افريقيا بناء على الهزيمة من الجيرة دي خاصة باتنين نقاط كتير جدا يعني بعد كم يوم هيطلع تصنيف شهر يناير الجاي منتخب مصري اللي كان سادس افريقيا وهو داخل كاسورة افريقيا هيتراجع حيبة التامن او التاسع افريقيا فبالتالي احنا بندفع فطورة كبيرة جدا الراجل اللي لسه مازال بيعاند الراجل لحد الوقت يشاف نفسه اكبر من المنتخب المصري ودي بناء على تصراحات للأسف الشديد تصراحات صدرها ليه رئيس اللجنة موقعات السابق التحالي لما قال بالصوت والصورة انا مش مسدق ان كروش وقف على تدريب منتخب مصري قلنا شايف التصريح ده اهانة لمنتخب مصري الراجل التصريح ده وصله والراجل شايف نفسه نوه لا 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 هو مش بيتكلم في كده احمد مجاهد كان بيتكلم ان فرق فلوس كتير ان الراجل كان بياخد ارقام كبيرة جدا لا 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 هو قالك أنا مش مسدق ان الراجل وقف ان هو ادريب منتخب مصري فرق يعني ان mixture ما كان بيتكلم اي 100 لان انا سالته اي 100 فقال إن فرق الفلوس كتير جدا ممكن بياخد أربع ضعف. ماشي. بس الطريقة اللي تم تقديم بها كروش يا كابتن سيف. انت تقييمك ايه لكروش? يعني رأك في ايه? رجل عانيد. رجل عانيد. رجل عانيد. وراجل عايز عايز يعمل تغربة تحسب له. طيب. والتغربة دي كنا نحسابه تحفظه. وانا انا ليه تحفظات كتلة جدا من من كاس العرب. وفاكر حالت طبعا من اول مباراة اللي ليه في كاس العرب. بقولك انها بيعمل حقل تغربة وحقل تغربة. انا. هو دلوقتي ما بيج بيجربش. هو دلوقتي الناس اللي في الملعب ممكن تكون افضل. احنا ما استفدناش كابتنسيب بقول. انا 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 قلت ان بنسبة كبيرة اللعيبة اللي في الملعب هما الافضل. بس برضو الحد دلوقتي ما زال بتعامل عن منتخب مصنوحك للتغارب. طيب انت انت دلوقتي من وجهة نظرك هل غياب الروح عن المنتخب الوطني هو اللي عامل الفرق ده? يعني حتى لو كيروش بيجرب. حتى لو كيروش بيلغبط. مش فيه جزء. فيه اسامي كبيرة في الملعب. طبعا طبعا طبعا. فتقدر بالروح ان هي. طبعا طبعا. اكيد. 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 بس انا بقول لك الجيل ده ما بتجمعش مع بعض كتير يا كابتنسيب. يعني مفيش. مش ده جيل اللي كابتن حسنش حتى اطلاقا. اللي هما بيكونوا بوضو معسكرات طويلة وبالعبوا بطولات كتيرة ومبرات ودية كتيرة. انت حالك من ساحة كاسر العرب ما حدش تتجمع. وبعد كده المنتخب الراح كاس اشتراكل على كلامين. اما قدتلك ان كل اللي 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 اللعب في كاسر العرب دول مش هتليقوه في كاسر الامم. وفعلا ولا حصل ولا مراوان حمد كان موجود ولا داود كان موجود ولا حسين فيصل ولا احمد رفعت. ودقاح نالك غيرب entendقوا لأ هيكونوا موجودين. وديك مش غير. ولا واحد من دول هتليقوهم في كاسر الامر افريقية. مراوان معا. بس ما بالعبش. وانا وقت الحركة محدش منه هيلعب في كاسر المفرقية حتى لو كان متاخد في القائمة وانا دلوقتي احرك لحد لحد مورات نيجيريا لسه عامل حقرة تجارب لسه بيلعب محمد عمين عم بكريت لسه بيلعب محمد صلاح راس حربة ولسه بيلعب مصطف محمد لحد الوقت الراجل لحد راتب تعمل على مصر وحقرة تجارب الراجل يا كابتن سيف عايز اقول حاجة كابتن سيف في الجزئية عايز اقول ان كروش بيعاند مع نفسه يعني ازاي انا الاعب زيزو في الشرط التاني وترزيجين يعني اتنين هيلعبوا وينجين هيلعبوا كورة عرضية بشكل اكتر فازاي اتنين هيلعبوا كورة عرضية المين اروح ساحب في نفس الوقت يعني اصلح وبرضو ابوص في نفس الوقت ارجع للمربع رقم صفر من جديد يعني انا لعبت جناحين كويسين في نفس الوقت سحبت رأس الحربة اللي ممكن يستغل الكورات العرضية اداء عبدالله السعيد رأي فيه انا انا مستغرب جدا على اللي بيعملوا كروش ان بيرجعنا للنقطة رقم صفر اداء عبدالله عبدالله السعيد لعب كبير بس مع خطة اربعة اربعة تلاتة تلاتة اللي بيلعب بها كروش انا شايف ان عبدالله السعيد هيكون بعيد جدا مش هيقدر لا سنه ولا مكانته هيقدر يأدي الدور او هيزهر في الطريقة دي اصلا عبدالله السعيد عشان يزهر نازم يلعب اربعة 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 تلاتة واحد او اربعة اربعة تلاتة واحد او طبعا انا شايف عبدالله السعيد الظلم وعبدالله السعيد وعمر ما هيكون لي دور طول ما احنا بنلعب بها تلاتة دي كابتن سيف انا عايز اقول لها حركة المشكلة حقيقيا المنتخب مصر فقط الهوية الهوية نحنا معدناش خطة لعب احنا كل مباراة لنا تشكيل حلقة المتوعد هنا الناس هنا الخبراء بيكون موجودين معاكم ونجوم القرى اللدامة بيختلفوا في التشكيل اللي بنلعب بيه وطريقة اللعب